موسيقى الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمل تطوير الطرق والمحاول الجديدة بالقاهرة الكبرى التي تربط منطقة شرق القاهرة من محور الشهيد ومحور جهان السادات ومحور الميثاق ومحور شنزو آبي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي توقف لمناقشة العاملين بكبري سامير غانم للاطلاع على الموقف التنفيذي وسير الأعمال كما قام كذلك بالمرور على عدد من المحاول الجاري تطويرها حاليا في منطقة القاهرة الجديدة مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على أعمال إنشاء خطوط الانحضار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة والتي تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاول الجديدة لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحضار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحول إلى ميدان للصراعات وأخذ الاتصال هاتفي من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي أشر الرئيس التونسي إلى أن المغلطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشعاتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يتم المساس به أعلنت وزارة الصحة تسجيل 869 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة وأضح المتحدث الرسمي بالوزارة أنه تم خروج 911 متعافية من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيه مرعاية الطبية اللازمة وتم مشفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 267355 شخصاً أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 240 مليون ناس ما أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم وأضف الإحصاء أن إجمالي عدد الوفيات النتجة عن الفيروس وصل إلى أكثر من 5 ملايين حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 قررت السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا اعتباراً من غداً الأحد مشيرة إلى التقدم في عمليات التحصين وانخفاض عدد الإصابات وأقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر السماح باستخدام كامل الطاقة الاستعبية في المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات كما تقرر إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستعبية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات قال البيت الأبيض إنه سيرفع اعتباراً من الثامن من نوفمبر قيود السفر عن الأجانب الذين تلقوا تطيماً كاملاً ضد فيروس كورونا مما ينهي قيوداً تاريخية منعت الكثيرين في العالم من دخول للولايات المتحدة وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونيوس على تويتر معلناً عن موعد بدء سريان القواعد الجديدة إن هذه السياسة صارمة وثابتة وتمليها حالة الصحة العامة أطلقت الصين صاروخاً يحمل مركبة تقل ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية لمحطة فضاء مستقبلية حيث سيعيشون ويعملون لمدة ستة أشهر وبدأت الصين تشهيد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل بإطلاق الوحدة تيانخا أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث وستكون البعثة الحالية الثانية من أربع بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة لاستكمال بنائها بحلول نهاية العام المقبل لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة